تمني يا سادة آفة عظيمة بتصيب الإنسان بثلاث خصال سيئة الوقوف إن الإنسان يتوقف عن الطاعات والعلماء علمونا قاعدة مهمة جدا إن الوقوف أشر أشر المواقف الثلاثة يعني أشر من الطاع طبعا وأشر من المعصية طب ليه أشر من المعصية؟ قالك لأن رب معصية أوراست زلا وانكسارة خير من طاعات أوراست عزا واستكبار لكن الواقف ده هو إما واقف استغناء عن الله وإما واقف اكتفاء بالنعم عن مولاه وإما واقف انتهاء يعني افتكر إنه وصل لأعلى الرتب والمقامات مع الله فالتوقف عن الطاع كارثة وده أول شيء بيقابلنا لما الإنسان يتمنى التاني الانتظار إن الواحد يحط إيديه على خده ومنتظر ربنا يفتح عليه يفتح عليه منتظر الفرصة فيإيه اللي يحصل؟ فيتربى على الانتظار مش على النظر والله ما قطع نظره عنك أبدا فلماذا تنتظر؟ فالانتظار ده أكثر شيء يطفئ الهمة ويجعل الإنسان ما يشوفش النعمة اللي ما بين إيديه منتظر منتظر إيه؟ طيب وفي نعم من إيديك ربنا يجعلها لك عشان توصل يبقى قادي يا سيدي أول حاجة إن إنسان يتوقف تاني حاجة الإنسان ينتظر تالت حاجة الإنسان يغتر إن الإنسان يغتر بحلم الله عليه فربنا سبحانه وتعالى يكون حليم عليه وهو يغتر بهذا الحلم وإحنا لازم نعرف إن المؤمن بيطير إلى الله بجنحين الخوف والرجاء ورجاء مش معناه التمني الرجاء معناه حسن الأمل مع دوام العمل تاني الرجاء مش معناه التمني الرجاء معناه حسن الأمل والاستبشار حسن الاستبشار والأمل مع دوام العمل فالأعمال يا سادة عبارة عن كؤوس ربنا بيسكب فيها لنا شراب الوداد وش رأيه دايما أقول الأعمال يا سادة كؤوس يسكب الله فيها شراب الوداد للعباد فهل زيك الله سبحانه وتعالى يسكب لنا وده وكرمه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة فالحياة سادة الحياة الطيبة بتكون بعمل صالح لازم يكون عندك عمل صالح يسكب ربنا سبحانه وتعالى لك فيه شراب وكل اعماله فسير الله وعملكم فالحياة الأصل فيها أنك بتسعى وأنك دايما بتقول أن في السعي لسعة أن في السعي لسعة عايز الدنيا تتسع وترى فيها الواسع اسعى اسعى ترى واسعى الواسع والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولا فكل ما بتسعى كل ما يأتيك رزق من عند الله سبحانه وتعالى